موسيقى نشرة اخبارية مفصلة من الميادين والبداية مع العنوين موسيقى الطائرات السورية تنفذ غارات على مواقع الجماعات المسلحة في غرب حلب وجيش الفتح يعلن بدء معركة لاستعادة المتينة مقتل عشرة جنود سعوديين في جزان ونجان واستشهادوا 12 يمنيا في قصف للتحالف السعودي شرق صنع موسيقى أمام مئات الألاف أردغان يتعهد بالقضاء على جماعة غولن وكليكدار أوغلو يدعو إلى تمسك بعلمنية الدولة وصيانة الحريات موسيقى صباح الخير قال الأعلام الحربي أن إعلان جيش الفتح فتح معركة جديدة تحت مسمى معركة تحرير حلب جاء بعد فشله في فتح ممر باتجاه أحياء شرقي حلب لآلياته العسكرية وفشله في فك الطوق عن المسلحين الجيش السوري استهدف بالمدفعية والصواريخ تجمعات المسلحين في المنصورة والرشيدين وخن العسل غرب حلب كما نفذت الطائرات الحربية عشرات الغارات على مواقع الجماعات المسلحة في ظهرة عيب الدرب التي تحكم السيطرة على صلاة الليرمون وجمعية الزهرة وكان جيش الفتح قد أعلن بداية المرحلة الجديدة من العمليات العسكرية للسيطرة على مدينة حلب وفي بيان لها على موقع للتواصل الاجتماعي تويتر أكد أنه سيقوم بمضاعفة عداد المقاتليين ليستوعبوا المعركة القادمة بحسب البيان من جهة ثانية اعترفت تنسيقيات المسلحين بمقتل تسعة وستين مسلحا من إدلب فقط خلال الاشتباكات مع الجيش السوري جنوب غرب حلب منذ الأحد الماضي معارك حلب شهدت منذ اندلاعها استراتيجيات عسكرية جديدة ومواجهات ضخمة تخلى لها تنفيذ لتكتيكات عسكرية جديدة أسليب المسلحين واستراتيجية الجيش السوري في معارك حلب يوضحها التقرير التالي على مدى أسبوع شن المسلحون هجمات متتالية في جنوب حلب ضمن عملية هجومية واحدة هدفها فتح ممر عسكري آمن يعيد بشكل دائم ربطاري في حلب الجنوبي الغربي بالمنطقة المطوقة في أحياء حلب الشرقية استراتيجية المسلحين اعتمدت على تمهيد بالقذائف المدفعية والصاروخية والتي تم استخدام بعضها للمرة الأولى ومن ثم تتقدم أعداد كبيرة من الأليات والمدرعات المفاخخة التي يقودها انتحاريون باتجاه نقاط دفاعية محددة بهدف فتح ثغرات لقوات المشات في حال نجاح المفاخخات بفتح ثغرات تتقدم قوات من الانغماسيين والانتحاريين المزودين بأسلحة وعتاد خاص لإحتاث خرق وفتح مسارب أمام القوات المحتشدة بأعداد ضخمة في الخلف وإذا ما نجح الانتحاريون في مهمته تتقدم قوة المشات المؤللة والرجلة المؤلفة من عدة ألاف في كل اتجاه مدعومة بأعداد مماثلة بهدف الدعم والتعزيز وفي حال فشلت يعتمد المسلحون تكتيكا بديلا وموازيا بحيث تعاد الكرة بسرعة وبالزخم نفسه بهدف استنزاف المدافعين وعدم منحهم الفرصة لإعادة التثبيت والتموضع الجيش السوري وحلفائه من جهتهم عملوا على امتصاص هجمات المسلحين المتتالية ومنعهم من تحقيق هدفهم في فتح الممر العسكري الآمن بشكل دائم ولتحقيق ذلك استخدم الجيش السوري وحلفائه تكتيكات دفاعية جديدة هذه التكتيكات تقضي بتثبيت كل الخطوط الدفاعية الممتدة بالمستوى نفسه من الجاهزية بهدف عدم خلق نقاط ضعف يستغلها المسلحون وبذلك يضمن الجيش الاستخدام الأمثل للقوات والعتاد والمحافظة قدر الإمكان على أرواح المدافعين أهم ما في استراتيجية الجيش هو أنه لدى بدء هجمات المسلحين ينسحب المدافعون إلى مسافة معينة مفسحين المجال لتقدم قوات المسلحين عندها يتم استهدافها بالأسلحة المباشرة والصواريق الموجهة وغيرها ومن ثم بالاشتباك المباشر إذا لازم الأمر نشرت وزارة الدفاع الأمريكية مشاهد تظهر ضربات جوية لتحالف واشنطن على أهداف لداعش في سوريا وافق الوزارة فإن هذه الضربات استهدفت مواقع لداعش قرب منبج في سوريا في الثالث عشر من الشهر الماضي المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أشار من جهته إلى أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على معظم منبج منذ السادس من آب الحالي نقلت صحيفة يداعوت أحنانوت الإسرائيلية أن جرحة قالت أنهم سوريون وصلوا إلى الحدود مع فلسطين المحتلة وهم يتلقون العلاج داخل إسرائيل حاليا الجيش الإسرائيلي أعلن إخلاء ثمانية جرحة بعد إصابتهم بإصابات حرجة ويعملوا على معالجتهم في مستشفيات شمالية إسرائيل وبحسب الصحيفة فقد علجان ألفين وخمسمائة من جرح المجموعات المسلحة في إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية إلى العراق حيث عقد اجتماعنا للقوى السياسية في دار الرئيس العراقية فؤاد معصوم للبحث في تدعيات استجواب وزير الدفاع خالد العبيد واتهامه رئيس البرلمان وعددا من النواب الفساد وكانت لجنة النزاهة النيابية قد أعلنت أن العبيد قدم أدلة تتعلق بالاتهامات التي أطلقها سابقا فيما مثل رئيس مجلس النواب سليم لجبوري أمام محقيقه الطريق إلى المحاكم العراقية ليس أسهل من أروقة خلافات الأفريقاء السياسيين لي الزراع بين أطراف أزمة ملف الفساد انتقل إلى القضاء ملفات حملتها حقيبة وزير الدفاع فالوزير الذي أدلى بشهادته في لجنة النزاهة بعد هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى تنتظره تهم التشهير التي استدعي بناء عليها إلى محكمة الكرخ في بغداد وعلى مقربة من الجسر المعلق وسط العاصمة كان رئيس البرلمان سليم لجبوري يستكمل ملف إفادته في هيئة النزاهة شريك الإدعاء العام في التحقيق ليزداد الملف تضخما بأوراق اتهامية وزير الدفاع لم يتهم بجزافة أعتقد هو رجل أذكى من أن يتهم بدون دليل عنده وثائقة وعنده مستنداته وعنده تسجيلاته القانونية التي تستطيع من خلالها أن يتهم خصومه أغلق باب التوافق أصلا قادة اتحاد القوى العراقية اتفقوا على أن إقالة رئيس البرلمان أو استقالته تبنى على أساس ما سيرشح من القضاء فيما الكتل الرئيسية داخل التحالف الحاكم دعت إلى فتح ملفات العقود السابقة للوزارات الأمنية لا يمكن اليوم أن يكون هناك أصلاح ويكون هناك إرادة حقيقية لبناء الدولة إلا من خلال تفعيل إجراءات القضايا والقانونية لأن اليوم نرى ونسمع هناك فساد لكن لم نشاهد أن القضاء أخذ دوره في مكافحة هذا الفساد الأزمة في اتساع إذن بعدما قرر أطرافها الرهانة بين مجبر ومخير على إغلاق كل القنوات واشتياز نقطة لا عودة يكمل وزير الدفاع العراقي هجومه اتهاماته تتسع وتزداد كلما أدلى بإفادة في المحاكم العراقية وخصومه في حراك مستمر بين المحاكم على نقيض منه الصورة قد تكون ازدادت وضوحا لكنها أيضا زادت من حيرة المراقبين في توقع أي سيناريو مهما كان بسيطا لمستقبل هذا الملف عبدالله بدران بغداد الميادين ميدانيا تحاصر قوات من الحجد الشعبي والشرطة الاتحادية والرد السريع لوزارة الداخلية أعدادا كبيرة من قيادي داعش الهاربين من الفلوجة في منطقة الزاوية الشمالية في جزيرة الخالدية شرق الرمادي وكان مراسل الميادين قد أفاد بأحباط القوات العراقية عملية تسلل لمسلح داعش في جزيرة الخالدية شرق الرمادي كذلك أكد مراسلنا مقتل عدد من مسلح تنظيم داعش في خلال عملية أمنية في منطقة بروثا على ضفة نهر الفرات غرب محافظة الأموار أكد قائم مقام قضاء الحوجة سبهان خلف الجبوري أن مسلح داعش أحرقوا عددا من المعتقلين لديهم في إحدى القواعد العسكرية وبحسب الجبوري فأن داعش أحرق معتقلين بقاعدة البكارة الواقع بين قضاء الحوجة ونحية الرياض غرب كاركوك كما اقتدى عناصره بعض العوائل التي حاولت الهرب من التنظيم إلى سجون داعش في قريتي السيحة والمدينة غرب كاركوك وقتلوا خمسة رجال من جهة ثانية كشفت وزارة الدفاع العراقية عن وصول أربع طائرات من طراز F-16 إلى العراق مؤكدة أنها ستدخل الخدمة مباشرة وكان المتحدث باسم الوزارة قد قال أن وصول الطائرات يتزامن مع بدء الاستعدادات لمعاركة استعادة الموصل الأمر الذي يسهم في تعزيز تقدم القوات البرية على الأرض وكان العراق قد اشترى 36 طائرة من النوع نفسه من أمريكا تشارك الآن في المهمات القتالية والتدريبات أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل عشرة جنود سعوديين وتدمير آليات عسكرية في عملية للجيش واللجان استهدفت موقع المعزاب في جزان إضافة إلى قصف مواقع الفوج 33 في نجان جنوب السعودية إلى ذلك نقل مراسل الميادين عن مصدر عسكري أن أكثر من عشرين غارة للتحالف السعودي استهدفت منطقة الحثيرة السعودية في جزان كما تم أحباط محاولات عدة للجيش السعودي لاستعادة تلك المنطقة المصدر أكد أن طائرات التحالف السعودي استهدفت مركز مدرية الصفراء ومدرية كتاف غرب صعدة ومدرية المخة الساحلية غرب تعس إلى ذلك أفاد مراسل الميادين في صنعاء باستشهاد 12 شخصاً بغارات لتحالف السعودي على سوق شعبية قربانهم شمال شرق العاصمة وفي جنوب اليمن قتل عشرة من قوات الرئيس عبد الرب منصور هادي في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في منطقة يافع بمحافظة لحش وفي حج استهدف الطائرات التحالف السعودي مسجداً في مدرية مستبأ المسجد تعرض لدمار ضخم خلفته غارتان للتحالف السعودي استهدفته كما تعرضت المنطقة المجاورة له إلى عدة غارات أدت إلى تدمير المنازل المحيطة به وإصابة بعضها بشكل كبير كارثة أخرى حلت على النازحين الذين شردوا من منازلهم في محافظتي حرض وميدي الكارثة تسببت في تشييد أكثر من مائة ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة ومن اتش عنها من سيول دمرت المنازل وأدت إلى تشييد مئات الأسر من النازحين التفاصيل مع أحمد سبيب يوماً بعد يوم تتفاقم أزمة النازحين في اليمن فالمآسي تتوالى عليهم في حج غرب اليمن فبعد هطول الأمطار وتدفق السيول هكذا بدى الوضع أكواخ تؤويهم من القش وأخرى من الطين دمرت مئات من الأسر النازحة أصبحت خارج مخيماتها كنا نعاني في البداية أزمة النزحة والتشرد عن الأهالي فلذلك الآن حصل الأمطار غزيرة وليس لدينا بيوت حق ما توقينا من الأمطار والسيول فالآن مهددين أولاً بالسيل ثانياً من الأمطار وخربت بيوتنا وغرقت محتوياتها كاملاً والله العظيم أننا البارح بين المطر وهنا بين الشجر أنا أولادي لا بيوت لا خيام لا طرابيل ولا حاجة في الواد المطر علينا مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والسلامة ويتوزع النازحون هنا في مديرية عبس تحت الأشجار أو في الأودية ومجرى السيول في ظل دعوات متواصلة من النازحين للمنظمات الإنسانية للعمل على مساعدتهم على تخفيف معاناتهم تم تشكيل لجنة مشكلة من جميع المنظمات إضافة إلى المجلس المحلي والوحدة التنفيذية بحيث يتم حصر جميع الأضرار والرفع بها والسرعات حتى يتم بسرعة التدخل وتغذية تلك المناطق المتضررة كارثة بيئية وصحية تلوح في الأفق مع انتشار أمراض خطيرة كالملاريا وحم الضنك والبلهارسية ما يهدد حياة مئات الأطفال أحمد محمد زبيبة الميادين هاجب الرئيس التركي رجب طيب أردغان خلال تظاهرة حاشدة في إسطنبول المعارض فتح الله جولن وجماعته متهما إياه بالخيانة ومشددا على مواصلة تطهير البلاد والمؤسسات العسكرية ممن سماها القوى الإرهابية وأشار إلى احتمال العودة إلى عقوبة الأعدام تقرير محمود أثق بعيدا عن الانتماءات الحزبية قدم الأتراك إلى الساحات للمشاركة في تظاهرات دعم الديمقراطية في بلادهم الحكومة والمعارضة المدنيون والعسكر لوحة توحد الأتراك بكل أطيافهم بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة مئات الآلاف يتجمعون لرفض الانقلاب ودعم الديمقراطية الجميع هنا تخلى عن رايته الحزبية واجتمعوا تحت العلم التركي وحده حضور سياسي وشعبي لافت والرسالة واضحة إلى الداخل التركي قبل الخارج علينا أن نعرف من يدعم الانقلابيين وعلينا أن نحارب الفيروس والجراثيم لن نكتفي بمحاربة جماعة جولن فقط بل سنحارب من يدعمها وعلينا محاربة حزب العمال الكردستاني وداعش زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي وقف إلى جانب الحكومة طوال الأزمة دعا خلال التجمع الجماهيري إلى رفض الانقلابات والديكتاتوريات وشدد على التمسك بعلمانية الدولة وضرورة الحفاظ على النظام البرلماني وتقويته مع التشديد على حرية الصحافة التي لعبت دورا أساسيا في التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة دعوات قد لا تنسجم مع طموحات أردوغان بحسب المراقبين كنت أتمنى أن يشارك في هذا التجمع الجماهيري كل الأحزاب الممثلة في البرلمان وحتى تلك التي خارج البرلمان ولن نسمح في تركيا أن يظلم أحد باسم محاربة الإرهاب يجب التوحد في هذه المرحلة الحارجة هو استعراض للقوة إذن سعى من خلاله الرئيس التركي إلى تأكيد وحدة الأمة في وجه المخاطر والانتقادات الدولية التي طالت بعض الإجراءات الحكومية وإلى أن تعود تركيا إلى طبيعتها يظل الجدل قائما حول تلك الإجراءات والمستهدف منها مرحلة جديدة في تركيا سترسم ملامح مستقبلية لشكل علاقة الحكومة بمختلف الكيانات وعلاقتها مع الخارج على ضوء التغيرات المتسارعة عقب الإنقلاب الفاشل محمود واسق إسطنبول الميادين أسبوع مرة على محاولة الإنقلاب الفاشل في تركيا وما تزال تبعاتها مستمرة وتواصل الحكومة حملة الاعتقالات والمداهمات ورئيس التركي يؤكد أن الاعتقالات مستمرة مدام هناك مذنبون طويلة كانت ليلة تركيا في الخامس عشر من تموز يوليو الماضي فوجئ العالم بأخبار انقلاب عسكري فجاءت الصورة لتؤكد الخبر دبابات في الشوارع واشتباكات بين الوحدات العسكرية قصف للبرلمان ومقر الاستخبارات العامة ومقاتلات حربية تحلق على علو منخفط في أنقرة وإسطنبول ورئيس يدعو شعبه عبر الانترنت للنزول إلى الشارع ومواجهة الانقلاب الرئيس التركي رجب طيب أردغان بقي متمسكا بضرورة محاسبة كل من خطط وشارك ونفذ هذا الانقلاب لأنه رأى فيه إهانة للديمقراطية وللشعب التركي الحكومة التركية قامت بحملة اعتقالات شملت الجيش والقضاء والصحافة والتعليم فطردت وعزلت نحو ستين ألف شخص كما أغلقت أكثر من ألف مدرسة خاصة ومؤسسات أخرى منظمات حقوقية وإنسانية وصفت هذه الإجراءات بالتعسفية والقاسية فيما أثارت حفيظة دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تسعى تركيا إلى الانضمام إليه أما وزارة الخارجية الأمريكية فدانت ما وصفته بحملة التطهير وجاء رد أردغان بالتأكيد أن الاعتقالات ستستمر لتطول كل المذنبين وكل من استهان بالشعب التركي ولوح أكثر من مرة بإعادة العمل بعقوبة الأعدام إذا ما أقرها ممثل الشعب الرئيس التركي يعتبر أن الغرب لا يريد لتركيا أن تكون دولة قوية انتقد واشنطن وطلبها بتسليم الداعية فتحالا جولن المقيم فيها بعد صدور مذكرة توقيف بحقه لاتهامه بتدبير الانقلاب صحيح أن الانقلاب فشل إلا أن نتائجه قد تمتد لشهور وربما لسنوات يزور الرئيس التركي رجب طيب أردغان روسيا التلثاء ويلتقي الرئيس فلاديمير بوتين وكالة تاسر روسيا نقلت عنه أن المحادثات في سان بوتروسبورغ ستفتح صفحة جديدة من العلاقات مع روسيا وأضافت أن أردغان وصف الزيارة بالتاريخية وبالبداية الجديدة وقال أن صفحة جديدة ستفتح مع الصديق بوتين منذ فشل الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردغان لجأ الحكم في تركيا إلى استراتيجية ترتكز على أن الشعب هو الحكم والفيصل في تحديد مستقبل تركيا الحجد الشعبي للتنديد بالانقلاب تحول إلى ركيزة أساسية في تثبيت دعائم زعيم تركيا في مواجهة الداخل والخارج استكمالا لمشروعه حسن عبدالله من حق أردغان أن يؤمن لمشروعه السياسي ما يراه مناسبا من دعائم الشارع التركي الذي استدعي للتنديد بالانقلاب ولتأكيد دعمه للشرائية التي يمثلها زعيم حزب العدالة والتنمية يظهر حتى اللحظة كواحد من هذه الدعائم التي تمسك بها أردغان في مواجهته لكل ما يتهدد حكمه الأهم من ذلك أن الزعيم التركي في عملياته المستمرة لاستئصال كل من كان على صلة من قريب أو بعيد بمحاولة الانقلاب الفاشلة يريد توزيه رسالة إلى الداخل والخارج بأن كل ما يقوب به وما هو متوقع أن يقوم به مستقبلا يجري باسم الشرعية والشعب في الداخل تأتي تظاهرات ضخمة لإطفاء مزيد من الزخم على الإجراءات التركية ولبناء المزيد من الجدران أمام المعارضة الحالية على الرغم من انحنائها مع بعض عصفة الانقلاب الرسالة المواجهة للخارج تتمحور حول تأكيد رفض التدخل في الشؤون التركية الداخلية من جهة ومن جهة ثانية للرد باسم الشعب على تنديد الاتحاد الأوروبي بالإجراءات التي أعقبت الانقلاب والتي اعتبرت تهديدا للديمقراطية بعبارة مختصرة يفهم من التظاهرة الأخيرة أنها استعراض لقوة الشعب حام النظام في مواجهة القريب والبعيد فاللافتات التي وزعها أنصار الحزب الحاكم وحملت عنوين مثل النصر الديمقراطية والميادين للشعب توحي بأن أردوغان يحكم باسم شعبه ويمثله أفضل تمثيل الاستراتيجية التي اعتمدها أردوغان غدا تفشل الانقلاب يبدو أنها نجحت حتى الآن في تأمين الخماية المطلوبة للنظام التركي إذا استبعدنا ما يمكن أن يحصل من مفاجآت أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن أكثر من ثمانين أسيرا في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي وأشار إلى أن الأسير بلال كايد يواصل إضرابه لليوم الرابع والخمسين احتجاجا على تحويله إلى الاعتقال الإداري في يوم الإفراج عنه ويتضمن معه نحو ثمانين أسيرا من الجبهة الشعبية حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي فيها خضر حبيب حذرت سلطات الاحتلال من مغبة إصابة أي أسير فلسطيني بمكروه مؤسسة مهجة القدس نظمت وقفة أمام معبر بيت حانون شمال غزة حيث شدد ناطق باسمها أحمد حرزالله على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرة أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه عدو الصهيوني عليه أن يحضر فإصابة أي من الأسرة مكروه نتيجة الإضراب عن الطعام العدو الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة والتبعات الكاملة لهذه الجريمة كان اختيار هذه النقطة لعل رسائلنا وأصواتنا تسل العدو الصهيوني أولا وليصنا البواسل بأننا منضوون وملتفون حول مطالبكم حتى تحريركم بإذن الله عز وجل ونيل مطالبكم المشروع والمستحقة أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي ووزير الأمن الداخلي أوامر بتشكيل طاقم مشترك للعمل على منع دخول نشطاء في مقاطعة إسرائيل من دخول فلسطين المحتلة وبحسب موقع يدعود أحنانوت الإسرائيلي فأن الطاقمة سيعمل على تحديد مئات النشطاء الموجودين في إسرائيل ومنع دخول إضافيين في سياق متصل أكد التقارير أن إسرائيل اعتقلت أكثر من ألفين طفل فلسطيني منذ الأول من أكتوبر الماضي أربعمائة منهم ما زالوا في المعتقلات التفاصيل مع فاطمة قاسم منذ الأول من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي ألفين وثلاثمائة وعشرون طفلا فلسطينيا اعتقلهم الجيش الإسرائيلي تتراوح أعمارهم ما بين 11 عاما و18 عاما ولا يزال نحو أربعمائة منهم يقبعون في السجون اعتقال الأطفال ذكورا وإناثا شهد ارتفاعا مضطردا منذ اندلاع انتفادة القس المحتلة وقال رئيس وحدة الدراسة والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانا إن الخطة البيانية لاعتقال الأطفال قد سار بشكل تصعودي منذ عام 2011 وأن زيادة نسبة الاعتقالات السنوية تمثل خطرا حقيقيا على مستقبل التفولة الفلسطينية لكن الخطر هنا لا يرتبط فقط بحجم الاعتقالات وارتفاع عدد المعتقلين من الأطفال بل إنه يتضح في حجم الانتهاكات وفضاعة الجرائم التي تصاحبها وتتبعها فقد ذكر فروانا أن الشهادات التي تصل لهيئة الأسرى من السجون فضيعة وأن جميع من مروا بتجربة الاعتقال من الأطفال كانوا قد تعرضوا للتعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة المهينة بمباركة الجهات السياسية والتشريعية والقضائية وبحسب رئيس وحدة الدراسات بهيئة الأسرى فإن القانون الإسرائيلي الذي يجيز محاكمة أطفال تقل أعمارهم عن الأربع عشرة سنة بالسجن الفعلي هو امتداد للسلوك الإسرائيلي الشاذي مع الأطفال وتجزيد للتوجهات الإسرائيلية وفي غزة نظمت لجنة أهالي الشهداء والجرحة فعاليات احتجاجية رفضا لاستمرار قرار منظمة التحرير القاضي بعدم اعتماد ذويهم ضمن قوائم الشهداء ورفض صرف مخصصاتهم المالية تقرير أحمد غان تواصل عوائل الشهداء اعتصاباتها في هذه الخيام منذ شهر كامل احتجاجا على استمرار رفض منظمة التحرير ادراج ذوي هذه العائلات ضمن قوائم الشهداء الرسمية وللمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنوات شهيد الضف مجرد ما يسقط شهيد من أول قطر الدام يعني يعتمد كشهيد وتنزل كل مستحقاته هل هناك كمان فرق بين الدم الفلسطيني شهيد ابن غزة ودم شهيد ابن الضفة 32 عائلة فقط تم ادراجها ضمن القوائم الرسمية لشهداء العدوان الأخير فيما تنتظر ألفا عائلة أخرى دورها واسط تجاهل تام من قبل المسؤولين كما يقول هؤلاء حصلنا على حقوق 2008-2009 صرف المخصص المالي أولا ولكن هناك مستحقات لم تصرف خمس سنوات ونصف لشهداء 2008-2009 وعامين لـ 2012 وعامين الآن لـ 2014 والمخصص المالي هناك وعدات من كل القيادة الفلسطينية كل القيادة الفلسطينية توعد ولكن للأسف الشديد لا يجرأ أحد على اتخاذ هذا القرار مؤسسة الشهداء والجرح قالت إن أعداد الشهداء الكبيرة ونقص الميزانية هما سبب تأخر الصرف والاعتماد والأهم أن القرار النهائي بالموافقة هو بيد الرئيس وتصر عوائل الشهداء على مواصلة فعلياتها واعتصاماتها الاحتجاجية حتى تلقى مطالبها آذانا صاغية وهنا حاصرت عوائل الشهداء مقر كتلة فتح البرلمانية تزامنا مع وصول وفد الحركة من الضفة للضغط باتجاه تحقيق المطالب التي يرونها عادلة من العيب عليهم إنهم نسيبونا مرمينا عرصفة الشوارع إحنا ناس مش شحتين إحنا بنطالب بحقوقنا الشرعية هذا حرام جايين قاعدين في المكيفات كان نجل تفاهمه مع رئيس اللجنة موجود كان عطوهم وحدات كذبة لهم سنتين بوحده اعتماد شهداء الضفة الغربية يطرح بنظر هؤلاء علامات استفهام كثيرة حول وصول الانقسام إلى هذه النقطة التي تبعث في قلوبهم كثيرا من الحسرة أحمد غانم غزة الميادين تعقد قمة ثلاثية بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس فلادمير بوتن والأذربيجاني إلهام حيدر علييف باكو لبحث سبل التعاون في ملفات الطاقة والاتصالات والإرهاب روحاني سيبحث على هامش القمة مع نظيره الروسي الملفات المشتركة بين البلدين في تونس أعلن رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد أنه تلقى الدعم المطلق من رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة لتأليف الحكومة الشاهد وصل مشاوراته مع الأحزاب السياسية وقال أنه سينهيها في خلال الأسبوع المقبل وأضف أن حكومته ستكون حكومة كفاءات وطنية وسياسية في ليبيا أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق بدء العد التنازلي لإطلاق المرحلة الأخيرة من العمليات العسكرية لاستعادة سيرت من داعش في وقت نفذت فيه الطائرات الأمريكية غارات جديدة في المنطقة وفي بيان لها أكدت القوات الحكومية أنها تحاول الوصول إلى مجمع قاعات وجادوغو المقر الرئيسي لداعش الذي سيطر على المدينة في حزيران يونيو من العام الماضي إلى ذلك سيطرت قوات الجيش الليبي على مصنع لتجهيز السيارات المفخخة والمواد الكيميائية في قنفودة غربية بنغازي فيما تتواصل الاشتباكات مع المسلحين في المدينة المتحدث الرسمي باسم الكتيبة الثانية في الجيش الليبي الموالي لللواء خليفة حفتر أكد تراجع الجماعات المسلحة وغنم كمية من الأسلحة والذخيرة والعربات مباشرة وعقب الغارات الأمريكية ضد داعش في سرط الليبية دفعت وزارة الدفاع الجزائرية بتعزيزات أمنية إضافية إلى حدودها الشرقية وضربت طوقا جويا وأمرت بإطلاق النار على كل هدف مشبوه أسامة عبد النور مباشرة وعقب الغارات الأمريكية ضد داعش في سرط الليبية دفعت وزارة الدفاع الجزائرية بتعزيزات أمنية إضافية إلى حدودها الشرقية وضربت طوقا جويا وأمرت بإطلاق النار على كل هدف مشبوه التحركات العسكرية الأولى من نوعها في البلاد غذت مخاوف السلطات من فرار عناصر التنظيم الإرهابي بحثا عن ملاذات آمنة وقواعد خلفية لإعادة الانتشار الجيش الجزائري قام بإعادة نشر وحداته بما يتوائم وطبيعة المرحلة وأيضا أدخل تقنيات جديدة أو على الأقل استراتيجية جديدة لمنع تسرب مثل هذه التهديدات وهي استعمال الطائرات دون طيار وإعطاء الأوامر العسكرية لضرب أي هدف يمكن الشك فيه أن يشكل تهديد للأمن داخل التراب الوطني مخاوف سياسية وعسكرية لدى السلطات الجزائرية من تبعات الضربات الأمريكية التي ستجلب للمنطقة مزيدا من المتاعب لا شك أن أزع الجزائر وأنه أمر غير مقبول وغير مبرر حسب الرؤية الجزائرية للحل في المنطقة أن الاستعانة بالخارجي في كل الظروف وأمر له تداعيات خاطرة على المنطقة كل دولة وقعت في التدخل الخارجي يتصبح بما يسمى بؤرة استقطابية للعمل الجهادي بؤرة لاستقطاب كل الجهادي في المنطقة أثبت التدخل الخارجي يأتي بتدعيات خاطرة على العراق كنموذج سوريا كنموذج فيه تدعيات خاطرة لكل التدخل الأجنبي الإجراءات العسكرية على الحدود الجزائرية يرافقها حراك أمني وديبلوماسي جزائري لمحاربة داعش في المنطقة المغاربية انزعاج دبلوماسي كبير وقلق في الجزائر من تدعيات الضربات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف داعش في سرط الليبية استنفار أمني وأوامر بإطلاق النار على كل الأهداف المشبوهة في الحدود لكبح المتسللين إلى الأراضي الجزائرية ومحاصرة مخلفات الأزمة الأمنية المتفاقمة في المنطقة المغاربية سمع عبد النور عاصمة الجزائرية الميادين أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني عدام الباحث شهرام أميري بتهمة التجسس للولايات المتحدة محسني أكد أن تنفيذ حكم الإعدام بأميريا الذي كان يعمل باحثا في جامعة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية يأتي بعد ثبوت تجسسه على أسرار البلاد هذا الشخص الذي كان يستطيع الوصول إلى المعلومات السرية في البلاد كان مرتبطا بأمريكا الدولة العدو رقم واحد معلومات حيوية وسرية عن البلاد سنكشف يوما كيف خدعت الاستخبارات الأمريكية من قبل الاستخبارات الإيرانية لقد ظنوا أن إيران ليست على علم بأفعاله أو كيف تم نقله إلى السعودية واقتيد بعيدا من هناك لقد تخيلوا أن استخباراتنا لم تكن تعلموا كل ذلك أظهر استطلاع جديد للرأي في الولايات المتحدة الأمريكية تقدما كبيرا بثمان نقاط للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون على منافسها الجمهوري دونالد ترامب وبحسب الاستطلاع الذي أجته صحيفة واشنطن بوست وشبكة ABC نيوز بين الأول والرابع من الشهر الجاري فانا كلينتون تحظى بخمسين في المئة من نوايا التصويت مقابل اثنين واربعين في المئة لترامب تصعدت حدة التوتر في مدينة شيكاغو شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية بعد نشر الشرطة مقطع فيديو يظهر عملية إطلاق شرطي أبيض النار على شاب من أصول أفريقية في الثامن عشر من يوليو الماضي وقد تجمع عدد من المتظاهرين أمام مديرية الأمن في شيكاغو اتجاجا على التعامل بعنف مع السود مرددين هتفات أوقفوا جرائم الشرطة قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي إن جنديا من قوة حفظ السلامة تابعة للمنظمة الدولية قتل وأصيب أربعة آخرون عندما اصطدمت العربة التي تقلهم بلغم في شمال البلاد المضطرب حيث تنشط الجماعات المتشددة وقال متحدث باسم البعثة إن الجنود الخمسة من دولة تشاد مرور عشر سنوات على عدوان تموز 2006 وفر مناسبة لتسليط الضوء مجددا في إسرائيل على العلاقة بين ضعف الخطط وضبابية الأهداف وحقيقة الفشلين العسكري والسياسي وتأثير ذلك في التفكير بمخرج سياسي من الحرب فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق إنجازات موصوفة على حلبة المواجهة مع حزب الله طوال 33 يوما من القتال والإخفاقات المتتالية بدءا من مارون الراس وانتهاءا بوادي الحجير إلى جانب الخسائر البشرية التي تكبدها الجيش الإسرائيلي والأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الجبهة الداخلية كل ذلك جعل كثيرين يوجهون سهام الانتقاد إلى المستوى السياسي عقد على حرب لبنان الثانية في الثاني عشر من تموز 2006 اندلعت الحرب من دون تحديد أهداف ومن دون نقاش جدي في المجلس الوزاري المصغر وانتهت بقرار مجلس الأمن الذي ربما كان من الممكن التوصل إليه من قبل ومن دون دفع الثمن الباهض من حياة الإنسان فهل يدرك زعماؤنا السياسيون اليوم أكثر العلاقة بين القرارات الدبلوماسية والسياسية وبين حياة الجنود في ساحة المعركة؟ أسئلة كثيرة ترحت ولا تزال تفرد نفسها على حلبة السجال في إسرائيل ولسيما ما يتعلق منها بمعايير النصر وطبيعة الأهداف في الثاني عشر من تموز انطلقنا في عملية لم تكن معرفة على أنها حرب السؤال الذي طرحته في المجلس الوزاري المصغري بخصوص تعريف الانتصار لم أحصل على إجابة عنه أذكر بوضوح أن سياسة الحكومة وتحديدا سياسة رئيس الحكومة لم تكن الإعلان عن أهداف خاصة لقد تعلمنا درسا من حروب أخرى أعلننا فيها عن أهداف وعندما لا تحقق كل الأهداف فإنك في النهاية تخسر المعركة حتى لو انتصرت على الأرض بعد مرور عشر سنوات على عدوان تموز 2006 يتضح أكثر وعلى لسان كبار المسؤولين في إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية التي أعلنت الحرب على حزب الله ارتكبت أخطاء عديدة أخطاء دفعت ثمنها باهضا ليس في ميدان القتال فحسب إنما في طبيعة المخرج السياسي لتلك الحرب بحيث ثبت باختبار النتيجة أن إسرائيل لم تنجح في أن تحقق في المفاوضات ما عجزت عنه في ساحة القتال والآن جولة على أبرز عنوين بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع زميلة بيسانتراف صباح الخير صباح الخير وفا صباح الخير مشاهدين جولة جديدة على أبرز مع عنوانته بعض الصحف العربية الصادرة هذا الصباح والبداية مع صحيفة الثورة اليمنية وجاء في أبرز عنوينها تأييد محلي واسع لتشكيل المجلس السياسي الأعلى أمير الكويت يؤكد ضرورة مواصلة محادثات السلام اليمنية نقرأ أيضا في هذا العنوان عبد السلام الحلول باتت جاهزة وتحتاج لإرادة فقط ننتقل إلى عنوان آخر ستون غارة وحشية لطيران العدوان على صعدة وحجة وتعز وجيزان قصف صاروخي على مواقع العدو في نجران وإحراق مدرعتين بمن فيهما من صحيفة الثورة اليمنية ننتقل إلى لبنان واخترض منها صحيفة السفير وجاء في أبرز عنوينها معركة حلب تستعر ممر غير آمن إلى حين ثغرة الرموسة تعيد التوازن قبل لقاء سان بوترسبورغ نقرأ أيضا في هذه الصحيفة رسالة أمريكية ملتبسة تحرق النفط المستقبل يزدم عون لا تتكل علينا طائرة الجولان خرق روسي إهانة بريئة للدفاع الإسرائيلي ننتقل إلى صحيفة الوطن العمانية التي بدورها عنونت أنصر الله والمؤتمر الشعبي ثمنان مواقف السلطنة تجاه الأزمة اليمنية من اليمن ننتقل إلى سوريا الجيش يثبت مواقعه بمحيط الكلية العسكرية بحلب مع احتدام المعارك البرية وتكثيف الغارات الجوية أيضا نقرأ في عنوين هذه الصحيفة تلميحات بتغيير رئيس البرلمان العراقي من صحيفة الوطن العمانية ننتقل إلى صحيفة الحياة السعودية التي بدورها عنونت غارة النظام تنتقم لخسرته في حلب المعارضة السورية تلوح بمفاجآت كبرى طيران التحالف يكثف ضرباته على مواقع الحوثيين أمير الكويت دعا إلى مواصلة المشاورات اليمنية نبقى مع صحيفة الحياة السعودية ونقرأ في عنوينها البارزة تسويات سياسية قد تطيح الجبور والعبيدي التحالف السني يبحث خلافات وزير الدفاع ورئيس البرلمان إلى صحيفة الصباح الجديد العراقية القضاء يفتح تحقيقا في ملفات فساد طرحت خلال جلسة استجواب العبيدي السرية بعد اتفاق القوى السنية بإعادة مجيف للواجهة ومنح الجبور فرصة إثبات براءته نبقى مع صحيفة الصباح الجديد العراقية العباد يعتزم طرح ثلاثة مرشحين عن كل وزارة أمام البرلمان قريبا شبهة الإصلاح تدعم تعديلا وزريا بعيدا عن الكتل والأحزاب إلى صحيفة النهار الكويتية وجاء في عنوانها الأول إسرائيل إيران تحترم الاتفاق النووي طهران أعدمت عالما اتهمة بالتجسس لصالح واشنطن وفي عنوان هذه الصحيفة الفلبينية الداعشية كنت أنتظر الأوامر للقيام بعمل تخريبي النيابة أمرت باستمرار حجزها على ذمة القضية نختم عنوان بارس في صحيفة البلاد الجزائرية وجاء فيها الجيش يستهدف البنية التحتية للمجموعات الإرهابية بالموازات مع تكثيف عمليات ملاحقة المهربين تدمير لغمين مضادين للأفراد وكمبلتين تقليديتي الصنع بجيجل وسكيكدا مع هذا العنوان نختم جولتنا شكرا للمتابعة ونعود إليك وفا شكرا لك بيسان بعد منع الاحتلال الإسرائيلي فرقة دووين من السفر إلى مسرح الحكواتي في مدينة القدس المحتلة لم تجد الفرقة بدا من إقامة حفلها الغنائية على بوابة معبر بيت حنون شمال قطاع غزة في محاولة لإصال صوتها رغم الحصار أحمد شلدان هو حفل بلا مسرح وكراس بلا جمهور أسلوب جديد أرادت من خلاله فرقة دووين الفنية أن تسلط الضوء على منع الاحتلال أعضاءها من العبور إلى مسرح الحكواتي في القدس المحتلة فنقلت الفرقة مهرجانها إلى بوابة معبر بيت حنون شمال قطاع غزة كان المفروض أن نشارك في فعالية من فعالية مهرجان فلسطين الدولي كفرقة دووين في القدس في مسرح الحكواتي لكن السلطة الإسرائيلية منعتنا زي ما أنت شايف أن نحن نقدر نوصل صوتنا هناك أهلينا حرية التنقل بين المدن الفلسطينية كانت عنوان مهرجان فلسطين الدولي للرقص والغناء هذا العام عنوان ليس له من الواقع نصيب وبرغم هذا ترى دووين أن رسالتها ستصل مع كل كلمة أغنية تصدح بها قطاع غزة وضفة الغربية الشعب الفلسطيني من حقه التنقل بين محافظات الوطن الشمالية والجنوبية والقدس المحتلة من حقنا أن نرسل رسائل السلام للعالم أن نرسل رسائل الفن للعالم من خلال من خلال هذه التظاهرة الفنية التي توص الرسالة أن شعب الفلسطيني شعب محب لنشر الثقافة الفلسطينية في كل مكان في العالم للقدس ورام الله للوطن المسلوب وغزة المحاصرة غنت الفرقة عند بوابة معبر بيت حانون للمطالبة بحقهم في التنقل المنع هذه المرة لم يتوقف عند الفرق الغزية بل وصل أيضا إلى بعض الفرق العربية التي وقف الاحتلال حائلا أمام وصولها إلى فلسطين هي معركة الوجود وإثبات الحق في الحل والترحال فحتى وإن وقف الاحتلال عقبة في وجه الفن الفلسطيني إلا أن الصوت هنا لا تسكته البوابات المغلقة ولا المنع الأمني لتثبت الأغنية الثورية أنها أكثر قوة وبقاء من بندقية المحتلة أحمد شلدان غزة الميادين وقبل ختم هذه النشرة تذكير بأبرز عنوينها الطائرات السورية تنفذ غارات على مواقع الجماعات المسلحة في غرب حلب وجيش الفتح يعلن بدء معركة لاستعادة المدينة مقتل عشرة جنود سعوديين في جيزان ونجان واستشهادوا 12 يمنيا في قصف لتحالف السعودي شرق صنعام أمام مئات الألاف أردغان يتعهد بالقضاء على جماعة جولن وكليكدار أوبلو يدعي إلى التمسك بعلمانية الدولة وصيانة الحريات وبالتأكيد للمزيد من الأخبار والبث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية وكذلك صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الختم شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر